احنا هقولك حاجة عشو بس لما يسمعوني يفهموا كويس قوي احنا شاطرين قوي في مقاومة الارهاب اي ارهاب في الدنيا الارض دي بتبلع الارهاب فمحدش بيقدر يرهبها عنا سبتين زي ما احنا فالارض والارض احنا متماسكين بيهم وكمان لازم نفوق اصحاب المصالح في العالم كله اهل المصالح دي مش هتفضل اللي يفضل هو الانسانية والاخلاق والقيم دي خطة ابليس والشيطان اللي مش بتتغير ابدا ارهاب وتفرق احنا قادرين نتعامل مع الارهاب لكن في الحقيقة اهل الرباط لا يضرهم ونخذلهم متمسكين بالحق ليس فقط بيستقبلوا استفزاز ابليس اللعين لكن هم كمان بيقدروا يتعاملوا معها بحكمة لنده اللي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب فالمسألة ان ابليس بصنعته لخطته بيسوأ للناس الخطة دي دايما ولا يستطيع انه ينتصر على اهل اليقين يقين ايه ولا ينصرن الله من ينصره نعمل ايه بقى عشان تفضل سينة هي الرمز ومصر هي المعنى مصر هي المعنى اللي الثبات عليه والتمسك به حفاظ على الامة كلها او الله ولما كنتش عارف شوف شوف اللي بتعمل مصر والدور اللي بتقوم بيه مصر من حفظ الاخوة وهي اللي بتحاول بقدر الامكان بكل ما اتاها الله سبحانه وتعالى من القوة ان تكون هي مفتاح الفرج فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا القدر واحنا متمسكين بعون الله سبحانه وتعالى متمسكين بهذا المدد اللي ارسله الله سبحانه وتعالى فاهل مصر سموا مصر المحروسة سموا المصر المحروسة ديه عشان احنا ماشيين على خطة الرسول الله وبنعيش على إن هذه الأرض مصونة بتجلي الله فإحنا عندنا كل ده التجلي ده هو اللي بيخلينا حسين بأمان التجلي ده هو اللي بيخلينا نحس إن ربنا سبحانه وتعالى معانا و هو أبدا و حد بيكلمكم يخليكم تخرجوا مولانا سبحانه وتعالى من المعادلة طب نعمل إيه بقى عشان نكون دايما في رباط وأهلي هيكون في رباط أول حاجة أقول لكم شوية إجراءات كده لطيفة عشان إحنا نستطيع إن إحنا نكون فعلا محققين للبشارة المحمدية لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله قال إن أهلها في رباط فلازم البيوت تبقى في رباط أفضل وقت لازم البيوت فيها تكون في رباط هو الوقت ده و في ده عالي ثلاث معاني ممكن يحصل ده يتمسك أهل البيت الواحد و هذا قرب القرب مش بيحسس الناس بالأمان والقوة بس ولا بيحسسهم بالدفئ بس بيحسسهم بالإنسانية قربوا من بعض في الوقت ده زيلوا الشقاق و زيلوا الخلاف اللي بينكم و زيلوا الجفوة اللي بينكم و بدأوا صيانة صيانة لبشرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن انتم في رباط أنا أقول لكم حاجة أي حد في الوقت ده هيقرب من أهل بيته و هيحاول بقدر الإمكان إنه هو يجمعهم هيتلموا هيتلموا لأنهم محتاجين إنهم يقربوا لبعض ترجمة نانسي قنقر